أوجه رسالة من القلب إلى القلب تهيأوا لهذا الشهر تهيأوا بالبرامج النافعة خطط لرمضان خطط ماذا ستفعل يعني بعد العصر بعد التراويح لا يكون كلها مجالس لغو وغفلة واتركوا توافع الأمور في هذا الشهر مجالس له قللوا منها تمسكوا بكتاب ربكم أكثر من قراءة القرآن اجلس مع هذا القرآن يعني ليكن لك ورد لا تتركه في رمضان تهيأوا للتغيير في حياتكم أنا أريد أن يكون رمضان هذا فرصة أن نتغير من كل شيء يعني بوصلة الحياة تتغير في تعاملك مع أهلك وأولادك مع الناس تتغير في عبادتك في نوافلك قد تكون مفرط في السنن الرواتب حافظ عليها صلاة الضحى الوتر وهكذا فرصة أن الإنسان يغير حياته تعاملك مع والديك صدقاتك أكثر منها في هذا الشهر الكريم رمضان هل بوافر الخيرات يهدي لنا الآمال والبركات يحيي القلوب بهدي رب راحم ويمدنا بالنور والنفحات إن أهم استعداد لهذا الشهر الكريم هو الشوق لنفحاته الدينية والتطلع لنسماته الروحية لذلك يحسن بالمسلم في كل وقت أن يدعو الله أن يبلغه آخر هذا الشهر أسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم آخر هذا الشهر يبلغنا ليلة القدر مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق وأحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جيح جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك تهيأوا للصوم الحقيقي وترك المعاصي وحفظ السمع والبصر وحفظ البصر عن نظر الحرام وحفظ اللسان عن الكلام البذيء وغير ذلك يقول الشاعر إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والضمى فإن قلت إني صمت يوما فما صمت